مقطع الأخبار اليوم برعاية أحمد أبو الروب للمشاكل والدراما الخبر الأول اللي عادنا عن أحمد أبو الروب وتهجمه على العائلة تمشيها بالبداية اللي ما يعرف شنو اللي صاير أحمد أبو الروب نزل على حسابها بالتويتر تغريدة وقال بيها أبراي أبو فلة وأنس وأصالة لازم يكونون أكبر يوتيوبر في الوطن العربي كلام جميل واتفقوية بس كم دفعوا لك لهذا الكلام؟ ومثل ما قلت كلام التفقوية زين وين المشكلة اللي صارت؟ المشكلة هي أنه كتب تغريدة ثاني كتب بيها أكيد مشافة أو مشيعة ليش قلت هالكلام؟ طبعا مشيعة أحب أنه يرد على أحمد أبو الروب فنزلت تغريدة بحسابها بالتويتر وكتب بيها بعدين أشتكي أني متكبر وما أعطيك وجه إذا تقابلنا طبعا أحمد أبو الروب مسكت ورد على نفس التغريدة هاي وكتب له ما حكيت إشي عنك ليش الهجومية زينو هاي التغريدة وين ما حكيت شيء؟ طبعا بعدها مشيعة ترك الموضوع وغلس ولكن أحمد أبو الروب كمل الحرب ونقل الحرب من التويتر إلى حسابها بالإنستجرام لأنه عنده جمهور هناك أكثر يعني يساعدون فأحمد أبو الروب نزل بحسابها بالإنستجرام كم ستوري رحط لكم ياها شوفوها وانتوا حكموا يعني أنا في حياتي كثير حكيت عن الناس بس عمري بحياتي ما حد رد علي هيك رد كثير غريب هاي إلتا تمام لما أشوفك بالحقيقة وأكون متكبر عليك وما أعطيك وجه ما تسألني ليش تمام؟ طبيعي المشكلة لما أقدم أنا ما بكراه عادي بحسه منيحي يعني كثير ناس مدحولي إياه بس أنا بعتبرش محتوى لازم يكون من أوائل على يوتيوب العربي بس عادي يا أخي حر يا أخي عادي محتوى بحسن لأطفال ما هيك رأيي أخي ليش برأي صراحة أنه أحمد أبو الرب هو الغلطان لازم يعتذر لأنه بنهايه كانوا دا سوية مشكلة بين عائلة مشيعة وأنس وأصالة وبنفس الوقت دا يذكر أساميهم يقولهم أنهما ما يستحقون هذا الرقم والشي ثالث أيضا نزل بحسابها بالإنستجرام بتغريدة ثالثة وحط بها حساب مشيعة وقال الجماعة أنه يروحون ويدخلون يقولوا له أنه أحمد أبو الرب زعلان منك وهذه الحالة ممكن أنه جمهور أحمد أبو الرب يدخلون عائلة مشيعة ويسبوهم ويفشرون عليهم ومن هذا الكلام طبعا توقع أنه هذا الشيء يقدر عائلة مشيعة أنه يرفع قضية على هذا الموضوع ولكن ما توقع أنه رح يسويه المهم اكتبوا لي بالكومنتات أنتو شو رأيكم الموضوع لزودها أحمد أبو الرب أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مرسال وعن تهجمه على بيسان والمسلسل اللي من طرف واحد اللي هو بس مرسال المهم مرسال نزل على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات أعلن بها عن نزول أغنيته اللي رح تنزل الجديد يوم السبت بالصراح كل شيء متحمس ورح أسوي أكيد عليها ردة فعل طبعا بنفس هذا الستوري تهجم فيه على مرسال وقال أنه هاي الأغنية رح تشوتكم أو رح ترفزكم وحطو لكم ياه قريما جدا يعني سبت خلاص سبت على السماء العاري هيك هيك حنسك وأشوط الناس فيهم مو أنتو اللي بالي بالي بالكم أحبكم وبس والله هاي الأخبار كانت عدنات من المقطع جابكم لسيسوا اضعوا اللايك وتشاركوا بالقناة تشاركوا بالقناة تشاركوا بالقناة تشاركوا بالقناة اشتركوا بالقناة مملكة الخصص مع السلامة